في محاضرة بالفيديو بيقرر انها تنعاقد مساء اليوم بعد دخول المعسكر الخاص بالاستعداد لمباراة طلاع الجيش ده قرار الجهاز الفني بقيادة ريني فيلر المحاضرة بتشهد استعراض بعض اللقطات لمباراة المنافس فريق طلاع الجيش رصد نقاط القوى والضعف ومميزات الفريق فنيا وكيفية التعامل معها بافضل شكل خلال مباراة الغد ان شاء الله والتركيز على الواجبات الفنية والتكليفات الخاصة بكل لعبين وكل نجمنا خلال هذه المباراة الاهلي بيتلقى خطاب من اتحاد الكرة باقامة مباراة القمة في الدوري المصري يوم 24 من فبراير الجاري طلق النادي الاهلي خطاب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم يؤكد فيه اقامة مباراة الاهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع رقم 4 في مسابقة الدوري الممتاز او تقام ان شاء الله في السبع ونصف من مساء يوم 24 من فبراير الجاري في استاد القاهرة وفي نفس الاطار بيوضح اتحاد الكرة في خطابه ان المباراة ستقام بدون جماهير ويقتصر الحضور فيها على المسؤولين في مجلس ادارة الناديين او مجلسي ادارة الناديين بواقع 15 فرض يمثل كل نادي بيعتلي النادي الاهلي قمة جدول الدوري الممتاز منفردا برصيد 39 نقطة من 13 مباراة بالعلامة الكاملة ويواجه الفريق غدا ان شاء الله طلع الجيش في مباراة من الأسبوع رقم 17 للدوري الممتاز كابتن سيد عبد الحفيز بيتكلم مديل الكرة في النادي الاهلي بيتكلم عن مواجهات مهمة جدا وان شهر فبراير يمثل مرحلة مهمة جدا من عمر الفريق ومن مشوار الفريق هذا الموسم محليا ودوليا بيقول مدير الكرة في النادي الاهلي ويؤكد على اهمية المباريات اللي بتنتظر النادي الاهلي في فبراير الجاري واللي بيتطلع ان شاء الله الى الفوز فيها خلال الفترة القادمة على كافة المستويات محليا وافريقيا ويضيف بالتأكيد التعامل مع كل المباراة بشكل منفصل وانها تمثل بطولة خاصة والتركيز بيكون على الملف الخاص بكل المباراة الى حين ان تنتهي المباراة ونبدأ التركيز والاستعداد والتفكير في المباراة التالية والجميع يدرك جيدا اهمية المباراة اللي بتنتظرنا سواء خلال هذا الشهر سواء على المستوى المحلي او الدولي والافريقي وايضا موقعات السوبر المحلي اللي بنسعى للفوز بها واضافة بطولات جديدة والقاب جديدة الى طبعا خزانة او دولاب بطولات النادي الاهلي والقلعة الحمراء وبيوضح ايضا مدير الكرة في النادي الاهلي ان اللاعب الفريق لديهم رغبة شديدة في اسعاد الجماهير طبعا هذا الموسم بحظة الالقاب والتواجد على منصات التتويج ويؤكد ان الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين ورغبة اللاعبين في الحفاظ على مسيرة الانتصارات والبطولات خلال الفترة القادمة ويشير ايضا مدير الكرة في النادي الاهلي الى مواجهة مهمة بيقول ان كل المواجهات في الدوري الممتاز مهمة للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا كجهاز فني ولاعبين للاستمرار على نفس المستوى اللي بيجعلنا نتمتع اكثر فاكثر بثقة الجماهير مع الفوز بنقاط كل مباراة والحصول على كل نقاط مبارايتنا في الدوري الممتاز الحمد لله حتى الان دون ان نفقد نقطة واحدة وان شاء الله تستمر المسيرة بالفوز في مباراة الغد وبيتطلع خلالها الجهاز الفني واللاعبون لتحقيق الفوز امام طلاع الجيش ومواصلة الانتصارات المحلية واحكام السيطرة منفردين على مسابقة الدوري الممتاز واضاف عبد الحفيظ ان عاقب الانتهاء من مواجهة طلاع الجيش غدا سيبدأ الجميع التحضير لمباراة المصري المهمة جدا ايضا فنيا في حسابات الجهاز الفني واللاعبين في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي ويتحدث كمؤكدا ايضا بالاشارة الى الفترة القادمة بالطبع ندرك جيدا اهمية مباراة سانداونز المرتقبة في ذهاب دور التمانية لدوري الابطال الافريقي والمحدد لها يوم 29 من فبراير الجاري في نفس الوقت نذكر اللاعبين بشكل متكرر باهمية المرحلة اللي بتسبق مواجهة سانداونز لانها بتشهد مباراة مهمة جدا في وقت قصير والمباراة طبعا مكثفة او الفوارق الزمنية بينها قليلة جدا خوض مباراة في منتهى القوة امام الطلاع والمصري ثم خوض مواجهتي الزمالك في السوبر المحلي والدوري المصري يومي 20 و24 من فبراير الجاري على الترتيب أليو باتجي بيتحدد موقفه ما زال الكلام على لسان مديل الكرة في نادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيز أليو باتجي تم وضع اسمه زي ما قلنا لحضراتكم في قائمة المباراة أما تواجده أو عدم تواجده بناء على قرار المدير الفني والجهاز المعاون ده هيرجع للحسابات الخاصة بجهازية اللاعب بعد ما حصل على إذن للسفر لبلاده أو السفر إلى السنغال لمدة 48 ساعة فقط لتجديد جواز السفر الخاص به وبيؤكد مدير الكرة في نادي الأهلي أن الأمر كان مهم جدا وأن سفر اللاعب كان مهم جدا في هذا التوقيت للحصول على الموافقات الخاصة بالسفر أو تجديد جواز سفره حتى يستطيع أن يكون مع الفريق واللحاق برحلة الفريق إلى الإمارات للمشاركة في مباراة السوبر المحلي يوم 20 من فبراير الجاري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي وعلى هذا الأساس بيقول طبعا أنه من المتاقع وصول اللاعب اليوم وفقا لما اتفق عليه بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى بلاده لمدة 48 ساعة وعاقب وصول اللاعب ستكون هناك جلسة طبعا من خلالها بيحدد الجهاز الفني قراره الفني بالدفع باللعب في مباراة الغد أو عدم الدفع به في مباراة الغد بيؤكد سيد عبد الحفيز جاهزية رامي ربيعة واحد من نجوم الفريق ومن نجوم خط الدفاع ومن المكاسب الكبيرة فنيا بعد عودته من رحلة علاج طويلة وطبعا مشاركته بقوة والروح المعروف عنه أنه عنده شخصية والروح القتالية اللي دايما مطلوبة في كل اللاعب النادي الأهلي وشفناها فيه أداءه في المباراة اللي فاتت وهو بالتأكيد إضافة بإجماع الأراء لخط دفاع الفريق أو للفريق بشكل عام وكان بيتم تجهيزه بعد شكوى اللاعب أو الإجهاد من المباراة اللي فاتت فضل الجهاز الفني طبعا النزول بالحمل التدريبي وده بيحصل عن طريق مخطط الأحمال في الفريق فكرة الصعود أو زيادة أو نقصان الحمل التدريبي لأي لعب علشان يحصل بالانس عند اللاعبين في قدراتهم على الاستمرارية في المشاركة في المباراة المحلية والدولية المضغوطة والمكثفة جدا واللي بينها أحيانا فارغ زمنية لا تتخطى أو تتعدى 3 أو 4 أيام عشان كده يبقى فيه تركيز على توزيع الحمل البدني والجهد على اللاعبين من مباراة لأخرى ومن تدريب لآخر علشان نقدر نحافظ على القوة الضربة للفريق ونستفيد بأوراقنا الفنية في كل المباراة محليا ودوليا اللاعب أدى أمس رامي ربيع أدى تدريبات استشفائية خفيفة في الجام على هامش ميران الفريق الجماعي في إطار البرنامج الموضوع لللاعبين للتعامل مع ضغط المباراة خلال الفترة الحالية اتحاد الكرة بيقول السوبر المصري في موعده 20 فبراير في الإمارات كشف مسؤوله اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة أن مباراة السوبر المصري اللي هتجمع القطبين الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات في موعدها ولا نية على الإطلاق لإلغاءها كما تردد أو كما أشعل بعض خلال الأيام الماضية وتابع مسؤوله الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات صفر ناديي الأهلي والزمالك ونفس الأمر بالنسبة لاتحاد الكرة وبيؤكد المسؤولون في الاتحاد المصري لكرة القدم أو اللجنة الخماسية القائمة حاليا على إدارة الأمور أن هناك تنسيق تام بين مجلس أبو ظبي وشركة بريزنتيشن والتحاد الكرة وتم الاتفاق على إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بخروج مباراة السوبر بشكل يليق باسم طبعا النادي الأهلي ونادي الزمالك والكرة المصرية والإماراتية وتليق بالفريقين الكبيرين وتاريخ الرياضة في مصر وأيضا استضافة الإمارات الشقيقة وأصدقائنا في دولة الإمارات لهذا اللقاء ولهذه المباراة الكبيرة تلقى مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب دعوة خاصة من مجلس أبو ظبي الرياضي المنظم لبطولة السوبر المحلي لحضور المباراة المرتقبة والمقرر لها 20 من فبراير الجاري في الإمارات زايد بالإمارات بين الأهلي والزمالك ومن المقرر أن يتولى الأستاذ خالد الدرندلي طبعا أمين صندوق النادي الأهلي رئاسة بعثة الفريق إلى الإمارات وكان اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن اتفقوا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف متفارج للمباراة مباراة الأهلي والزمالك واستقار المسؤولين مع اتحاد الكرة ومع شركة بريزنتيشن الرعي رسمي للكرة المصرية ومجلس أبو ظبي الرياضي على كل التفاصيل الخاصة بالحفل الكبير اللي هيكون فيه افتتاع هذه المباراة وهيسبق هذه المباراة وكل التفاصيل التنظيمية والإدارية الخاصة بهذا اللقاء الكبير وأيضا التكريم اللي هيقدم للمنتخب المصري الأوليمبي قبل انطلاق المباراة وكشف الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة على أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في كأس السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثاني خلال البطولة في نفس الإطار الخاص بطبعا محادثات نادي الأهلي مع كل الجهات المسؤولة عن الرياضة تنظيميا وإداريا وأيضا مع كل الجهات المسؤولة عن التأمين والتنظيم والتنصيق لاستضافة الأحداث الرياضية الكبيرة في مصر وفي مقدمتها مباراة كرة القدم للنادي الأهلي على مستوى الدولي أو الأفريقي وزير الرياضة بيحيي الملف مباراة الأهلي وسانداونز إلى اتحاد الكرة ده قرار صادر عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر حالة طلب النادي الأهلي المقدم لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي بنقل مباراة الأهلي أمام سانداونز بدوري أبطال أفريقيا يوم 28 من فبراير الجاري لاستاذ القاهرة طبعا حال هذا الطلب بدوره الوزير إلى اتحاد الكرة لدراسة الأمر ولأن وزير الرياضة قال أن اتحاد الكرة هو الجهة المختصة لدراسة الأمر وطبعا إصدار القرار الخاص بإمكانية الاستجابة لمطلب النادي الأهلي وأكد الدكتور أشرف صبحي أنه حل الملف إلى اتحاد الكرة فلابد من عودة الأمر إلى الجبلية فالاتحاد هو الذي يقوم بدراسة الطلب ويعرف الوضع الحالي والوزارة ستكون مع مؤسساتها وأضاف لازم يرجع القرار لاتحاد الكرة هو بيقوم بدراسة الأمر ويشوف الوضع إيه وإحنا مع مؤسساتنا ولازم طبعا جهة التخصص هي اتحاد الكرة اللي حتقوم بالبت في هذا القرار وقال إحنا مع الجهة يعني الدكتور أشرف صبحي بيؤكد أنه حتبقى فيه استجابة ودعم من الوزارة لما يرى اتحاد الكرة أنه الأفضل وأنه واقعي أنه يطبق خلال هذه المباراة وإمكانية الاستجابة لمطلب النادي الأهلي ونتمنى طبعا أن يبقى فيه استجابة لهذا المطلب النادي الأهلي عايز يستفيد بشعبيته الجارفة في مصر في المواجهات المصرية القادمة الأدوار الحاسمة وصولا إن شاء الله إلى المباراة النهائية ومباراة الحاسمة في دور الأبطال الأفريقي والنادي الأهلي طبعا على ثقة بأن الدولة بتدعم مؤسساتها الرياضية الرائدة في مقدمتها النادي الأهلي والأندية المصرية اللي بتمثل الكرة المصرية دوليا وأفريقيا وأنه إن شاء الله تكون هناك استجابة وإمكانية لقبول هذا الطلب المقدم من النادي الأهلي والاتفاق بين كل الأطراف المعنية على توفير المناخ المناسب لإقامة المباراة في استاذ القاهرة الدولي حتى يتسع لأكبر عدد من الداعمين ومن جماهير النادي الأهلي طبعا العشقة والمتعطشة لدعم فريقها ومؤذرته في الاستاذات والمباراة